يروى عن أبي الدرداء أنه قال إني لأستجم قلبي بالشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق فالترويح عن النفس باللهو المباح من التنزه أو الرحلات أمر مشروع بل ومطلوب أحيانا ليستعين به المسلم على تحمل مشاق الحياة وصعابها طالما أنه في إطاره الشرعي وبمقدار مناسب فهو في ذاته ليس غاية ولا هدفة ولا وسيلة لانتهاك الحرمات أو التعدي على الحدود الشرعية بل هو وسيلة لغاية سامية وهي أن يبقى المسلم نشيطا قادرا على البذل والعطاء وللتنزه آداب شرعية مهمة على المسلم التحلي بها أثناء تنزهه منها أن ينوي بتنزهه استعادة النشاط إلى قلبه ليكون قادرا على مواصلة أداء الحقوق والواجبات وكم من عمل مباح صيرته النية الصالحة الصادقة طاعة وقربه العناية باختيار رفقاء النزهة والمسلم العاقل لا يعدل برفقاء الخير والصلاح أحدا لا في جده ولا في راحته ولهوه التنبه إلى واجبات الوقت أثناء التنزه كوقت الصلوات المفروضة غض البصر عن المحرمات واجتناب اختلاط الرجال بالنساء التحلي بالأخلاق الحسنة كالصدق والأمانة والصبر والتواضع اعطاء أماكن التنزه حقها من إزالة الأذى والمحافظة على نظافتها وعدم تلويث مصادر مياهها المبادرة إلى المساعدة والخدمة والمشاركة فالإيجابية من سمات المسلم تجنب مضايقة الآخرين أو الاعتداء عليهم سواء بالقول أو الفعل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين